هذا وأكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر أهمية تعزيز التعاون وألم الشمل العربي في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الأمة العربية التي يريد لها البعض أن تغرق في الفوضى وصولا إلى تقسيمها وتجزيتها وشدد سموه على ضرورة وحدة الكلمة والموقف العربي تجاه مختلف القضايا بما يسهم في النهوض بأوضاع الأمة العربية ويحقق تطلعات شعوبها في الرفاه والإزدهار في ظل أوضاع وتحديات باتت تهدد أمن واستقرار وسيادة دول المنطقة وأنه هسموه إلى أهمية كيان جامعة الدول العربية كرمز للوحدة العربية وما تمثله من تجمع هام لتحقيق آمال وتطلعات الشعوب العربية في الوحدة والتكامل العربي جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بقصر الإقضابية صباح اليوم السيدة سهى إبراهيم محمد رفعة الفار سفيرة جمهورية مصر العربية لدى مملكة البحرين والتي نقلت إلى سموه دعوة رسمية من أخيه معالي المهندس شريف اسماعيل تتضمن دعوة سموه لزيارة جمهورية مصر العربية حيث كلفها سموه بنقل شكره وتحياته إلى معالي رئيس الوزراء على الدعوة الكريمة وتمنياته لمصر قيادة وحكومة وشعب دوام الرفعة والازدهار وخلال اللقاء أكد سموه عمق ما يربط بين البلدين الشقيقين من أواصر تاريخية تقوم على المحبة والتفاهم والتنسيق المشترك تجاه مختلف القضايا وقال سموه إن مصر الشقيق وشعبها لها مكانة كبيرة في قلب كل بحريني وقوتكم من قوتنا وأمنكم من أمننا ونسأل الله أن يحفظ على مصر العزيزة أمنها واستقرارها وعرب سموه عن ارتياحه لما تشهده العلاقات البحرينية المصرية من تطور مستمر على كافة المستويات الأمر الذي يعكس حرص قيادتي وشعبي البلدين على ترسيخ نموذج للتعاون الثنائي الذي يعود بالنفع والخير على البلدين والشعبين الشقيقين وأشهد سموه بالجهود التي تقوم بها جمهورية مصر العربية في العمل من أجل تحقيق التضامن والتكامل العربي بما لديها من ثقل ودور تاريخي في دعم ومسندة القضايا العربية واستذكر سموه بكل التقدير دور الجالية المصرية المقيمة في البحرين وإسهاماتها في دعم مسيرة التنمية التي تشهدها في مختلف المجالات من جانبها أعربت سفيرة جمهورية مصر العربية الشقيقة عن شكرها وتقديرها لسمو رئيس الوزراء على دعمه المستمر لكل ما يرتقي بالعلاقات بين البلدين الشقيقين مؤكدة أن العلاقات بين البلدين تتميز بتنوع مجالاتها سياسيا واقتصاديا وثقافيا وهو ما يجعل منها نموذجا في التعاون بين الأشقاء وأشادت بالرؤية الحكيمة والثاقبة لسموه تجاه مختلف القضايا العربية والدولية والتي تعكس ما يتميز به سموه من حس عربي وقومي وحرص على أن تكون الأمة العربية أكثر صلابة في مواجهة كافة التحديات وأكدت أن البحرين تحظى بمحبة بالغة لدى مصر وشعبها تقديرا لمواقفها المساندة لمصر في مختلف الظروف واعتزازا بما تحظى به الجالية المصرية من البحرين قيادة وشعبا فيما من معاملة طيبة واحترام كبيرين